موسيقى مرحبا بكم أعزائي الطلبة في حلقة جديدة من دورة تعلم اللغة الإنجليزية للصف الخامس الابتدائي درسنا اليوم يونت فور لسن ثري اليونت الرابع الدرس الثالث بريد الكتروني لصديق موجود بصفحة 56 من كتاب الطالب صفحة 54 من كتاب النشاط قبل ما بدأ الدرس لا تنسى الاشتراك بقناة اليوتيوب الاسمه الأستاذ طاحسين مدرس اللغة الإنجليزية لمتابعة جميع فيديوهات دورة الخامس الابتدائي بصفحة 56 من كتاب الطالب مكتوب على الصفحة بريد الكتروني لصديق مراجعة مثل ما وضحنا الدرسينا السابقين أن اليونت الرابع يعتبر مراجعة للوحدات الثلاثة الأولى الوحدة الأولى والوحدة الثانية والوحدة الثالثة والأنشطة الموجودة في هذا اليونت أنشطة جدا مهمة بالامتحان التحريري وتحديدا بامتحان نصف سنة هنا يقول لك read the e-mail اقرأ هذا ال e-mail هذا عبارة عن e-mail أو بريد الكتروني that z شخص اسمه فراس to معناها إلى هذا ال e-mail أو البريد الكتروني that z إلى فراس اقول لك read the e-mail اقرأ البريد الكتروني and correct the mistakes وصحح الأخطاء طبعا منطيني ال e-mail بمجموعة الأخطاء تحديدا الأخطاء موجودة لبلون الأزرق لازم أقرأ ال e-mail وأصحح هاي الأخطاء ذنك كلمات خاطئة أبدلهم بكلمات صحيحة حسب شنو حسب المقطع الصوتي بأسأل ال e-mail مكتوب listen and check your answers استمع وتفقد أو تفحص جوبتك لذلك رح نسمع المقطع الصوتي نحل الأخطاء ونبدل الكلمات لبلون الأزرق حسب المقطع الصوتي بعدها نوضح هذا البريد الإلكتروني دعنا نسمع المقطع الصوتي وشي track 60 unit 4 lesson 3 listen and check your answers my new sports club yesterday my mom and dad took me my brother and sister to a new sports club here is a photo I took we are very excited there is a big swimming pool and a beautiful park there is also a playground with swings, slides, tunnels and everything in the summer in the summer mum says we can have a picnic in the park and sit under the big trees we are always going to go there on Saturday in the school holidays we can go there three times a week I'm going to play tennis and do karate there is a shop at the club I bought a hat and my sister bought a tennis racket and I'm going to play tennis so after we heard the sound and we have done the things and we have done the things that are available in the electronic and we have done the words that are available in the green light we have done the words that are available in the electronic now we are going to show you the information that is available in the electronic وعنوان البريد الإلكتروني الأنوان ناديي الرياضي الجديد البارحة أمي وأبي أخذوني أنا وأختي إلى نادي الفنون الجديد ما الخطأ بهذه الجملة؟ الخطأ بكلمة Arts Arts فنون هما ما أخذوهم من نادي الفنون وإنما أخذوهم من نادي الرياضة Sports Club لذلك وضعت تحتها خط وهو حالياها بأسفر الصفحة كتب مكانها Sports Sports Club نادي الرياضات Here is a photo I took هذه الصورة أنا التقطتها في نادي الرياضة إذن هذا نادي الرياضة وليس نادي فنون We are very sad نحن حزينين جدا شن الخطأ بالجملة؟ الخطأ في كلمة ساد حزين شناها وخلينا بدالها Excited متحمسين نحن متحمسين جدا There is a small swimming pool هناك حوض سباحة صغير الخطأ في كلمة small خليت بدالها big حسب المقطع الصوتي There is a big swimming pool هناك حوض سباحة كبير and beautiful field وميدان جميل الخطأ في كلمة field وضعت تحتها خط وخليت بدالها park هناك متنزه جميل There is also playground وكذلك هناك ساحة للعب with swings برجوحة سلايدز زحليقات tunnels انفاق and everything وكل شيء In the summer في الصيف mom says we can have a picnic قالت أمي بأننا يمكننا أن نحظى بنزه in the park في المتنزه and sit under the big trees ونجلس تحت الشجر الكبير we are never going to go there on saturday نحن أبدا لن نذهب هناك في يوم السبت شن الخطأ بالجملة الخطأ في ظرف التكرار never وضعت تحت خط وخليت بدالها always we are always going to go there on saturday نحن دائما سنذهب إلى هناك أيام السبت in the school holidays في العطلة المدرسية we can go there once a month يمكننا الذهاب إلى هناك مرة في الشهر الخطأ في once a month وضعت تحتها خط وخليت بدالها three times a week سوف نذهب إلى هناك ثلاث مرات في الأسبوع I am going to do tennis and play karate أنا سوف أفعل التنس وألعب الكاراتي شن الخطأ احنا نعرف أن التنس يجو إياها الفعل play لذلك شلت do وخليت بدالها play I am going to play tennis أنا سوف ألعب التنس and do karate كذلك رياضة كاراتي يجو إياها الفعل do فوضعت خط تحت play وخليت بدالها do do karate وسوف أفعل الكاراتي there is a shop at the club هناك محل في النادي I bought sweets اشتريت حلويات هذه كلمة خاطئة بما أن ذاهب إلى نادي الرياضة أكيد سوف يشتري hat قبعة and my sister bought football وأختي اشترت كرة قدم كذلك خاطئة شلت football وحطيت بدالها tennis racket اللي هو مضرب التنس اشترت أختي مضرب التنس هذا ما يخص البريد الإلكتروني اللي موجود بالليونة الرابعة الدرس الثالث مجرد نشاط صفي لتطوير مهارة الاستماع من خلال التلميذ يستمع المقطع الصوتي ويصحح الأخطاء اللي موجودة بهذا الإيميل غير مهم بالامتحان الشفوي أو الامتحان التحريري ننتقل إلى كتاب النشاط تمرين A match the animals to the adjectives طابق الحيوانات بصفاتها هنا أنا منطينا مجموعة من الحيوانات ومجموعة من الصفات المناسبة لهذه الحيوانات مثل ما وضحنا بالدروس السابقة أنه كل حيوان إلى صفة معينة يمتاز بيها وذكرنا أنه لازم نحفظ هذه الحيوانات وصفاتها هذا التمرين جدا مهم بالامتحان التحريري من الممكن أن نجيب لي مجموعة من الحيوانات وصفات مناسبة لهذه الحيوانات كل صفة تناسب حيوان معين لذلك هذا التمرين تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري عبارة عن سؤال وصل وصل الحيوانات بالصفات المناسبة لها فمثلا نمبر وان اولا ليزي ليزي معناها كسول يا حيوان من ذن الحيوانات اللي تناسبه هذي صفة دولفن الدلافين غير مناسبة الدلافين ليس كسولة لايون الاسد كذلك غير مناسبة هورس الحصان غير مناسبة ماوس الفأر غير مناسبة باندا دبل باندا نعم هو الحيوان الكسول دبل باندا لذلك اخلي رقم الصفة امام هذي الكلمة نمبر ثو ثانيا فاست فاست معناها سريع يا حيوان من ذن الحيوانات صفته سريع دولفن غير مناسبة لايون كذلك غير مناسبة هورس الحصان نعم عرفنا بالدروس السابقة ان من صفات الحصان انه فاست سريع لذلك اخلي رقم الصفة اللي هو رقم ثمين امام كلمة هورس نمبر ثو ثالثا غريدي غريدي جشع او محب للأكل يا حيوان من ذن الحيوانات مناسبة لهذه الصفة دولفن غير مناسبة لايون الاسد غير مناسبة ماوس الفأر نعم اخذنا بالدروس السابقة ان الفأر صفته انه غريدي جشع فاخلي رقم ثلاثة امام الماوس نمبر فور رابعا انتليجنت انتليجنت معناها ذكي يا حيوان من ذن الحيوانات اللي تناسبة هذه الصفة الدولفن الدلافين نعم الدلافين من صفاتها انها ذكية لذلك اخلي رقم اربعة امام الدولفن نمبر فايف خامسا playfull playfull محب للعب يا حيوان من ذن الحيوانات مناسبة لهذه الصفة لايون الاسد غير مناسبة كات القطة نعم عرفنا بدروس سابقة ان القطة من صفاتها انها playfull محبة للعب فاخلي رقم الصفة امام كلمة كات اما الصفة الاخيرة dangerous خطير يا حيوان من ذن الحيوانات ناسبة هذه الصفة اكيد حيوان اللايون الاسد فاخلي رقم ستة امام كلمة لايون هذا ما يخص تمرين اي تمرين جدا مهم بالامتحانة يا حريري يجيب لي حقلين حقل بي صفات وحقل بي حيوانات وصل الصفات بالحيوانات المناسبة لها ننتقل الى تمرين بي read deema's diary اقرأ مفكرة deema correct the seven mistakes صحح الاخطاء السبعة نانا بهذا النص اكو سبع اخطاء قواعدية متعلقة بالمعنى هسا نجي نكتشف سبع اخطاء موجودة بهذا المذكرة لازم اكتشفها واصححها فمن خلال المواضيع القواعدية اللي اخذناها بالدروس السابقة من خلال الكلمات اللي حفظناها من خلال الافعال والاسماء المناسبة لها اللي حفظناها لازم نكتشف ذن الى سبع اخطاء اللي موجودة بمفكرة deema فخل نقرأ ونحاول نطلع ذن الى سبع اخطاء on sunday في يوم الاحد i always go to school انا دائما اذهب الى المدرسة لحد الان ماكو اي خطأ بالجملة اذا تذكرون انه sunday نستخدموا اياها on صحيح وalways يجور الفاعل لحد الان ماكو اي خطأ بالجملة after school بعد المدرسة i always go my homework انا دائما اذهب واجب البيتي شن الخطأ اللي بالجملة احنا نعرف ان الهومورك الواجب البيتي ما يجو ايا الفعل go يذهب وان ما يجو ايا الفعل do لذلك اعشر اقول do my homework افعل واجب البيتي لذلك اضع خط تحت كلمة go واخلي بدالها كلمة do انكمل القراءة on monday في يوم الاثنين and tuesday والثلاثاء i usually help on home انا غالبا اساعد بالبيت شن الخطأ اللي بالجملة اعرفنا بالدروسة السابقة ان الفعل help يجو اياه at home وليس on home لذلك الhome حرف الجر لناسبة هو at وليس on on استخدمناها ويا sunday وبعد ان شاء الله بالمراحل القادمة نعرف شن استخداماتها الثانية فالhome نستخدم وياها at لذلك اضع خط تحت كلمة on واخلي بدالها كلمة at on monday في يوم الاربعاء i often play shopping انا عادة العب التسوق شن الخطأ بالجملة احنا نعرف ان shopping نشاط التسوق يناسب الفعل go اذهب للتسوق وليس الفعل play لذلك اضع خط تحت كلمة play واخلي بدالها كلمة go i often go shopping انا بالعادة اذهب للتسوق with my family مع عائلتي sometimes في بعض الاحيان i see tv انا اردت الفاز شن الخطأ بالجملة احنا نعرف ان التيبي اناسب الفعل watch يشاهد وليس see يرى لذلك اضع خط تحت كلمة see واخلي بدالها watch and i go to bed on 10 o'clock واذهب الى النوم في الساعة العاشرة شن الخطأ بالجملة ذكرنا بالدروس سابقة ان الاوقات نستخدم وياها حرف جر at وليس on اللي اضمها مع ايام الاسبوع لذلك اضع خط تحت كلمة on واخلي بدالها كلمة at i often visit my uncle انا بالعادة ازور عمي and aunt وعمتي on friday في يوم الجمعة we have a big picnic in the river نحظى بنزهة كبيرة في النهر شن الخطأ اللي بالجملة احنا نعرف انه picnic نزهة ما تناسبها الصفة big وانه ما تناسبها مثلا nice nice picnic نحظى بنزهة لطيفة فأضع خط تحت كلمة big واخلي بدالها كلمة nice saturday is my good day يوم السبت هو يومي الجيد شن الخطأ اللي بالجملة اذا اريد انعبر عن تفضيلنا ليوم معين من ايام الاسبوع ما نقول good day يوم جيد وانما نقول my favorite day يومي المفضل لذلك اضع خط تحت كلمة good واخلي بدالها favorite i can have fun and i like picnics يمكنني ان احظى بمتعة وانا احب النزهات هذا ما يخص تمرين بي قرنا واكتشفنا الاخطاء اللي موجودة بمفكرة ديمة هذا التمرين يعتبر مراجعة شاملة لاستخدامات الان والعون والعات وكذلك استخدامات بعض الأفعال والأسماء المناسبة لها هنا يعني يختبر ذاكرة التلميذ على تذكر الأفعال والأسماء المناسبة لها اللي حفظناها بدروس سابقة هذا كان درسنا لهذا اليوم اخذنا بي بريد الالكتروني وصححنا الأخطاء اللي موجودة بي طبقا للمقطع الصوتي وعرفنا انها مجرد نشاط صفي لتطوير مهاتر استماع يستمع من خلال التلميذ للمقطع الصوتي ويصحح الأخطاء الموجودة بالبريد الالكتروني وكذلك اخذنا تمرين اي تمرين جدا مهم بالامتحان التحريري وعرفنا شون يجينا بالامتحان يجينا على شكل حقلين حقل اي و بي حقل اي مثلا بي مجموعة من الحيوانات وحقل بي بمجموعة من الصفات ووصل الحيوانات بالصفات المناسبة لها أما التلميذين بي فهو عبارة عن نشاط صفي يذكرني باستخدامات الان والان والآت وكذلك يذكرني ببعض العبارات اللي بيها أفعال وأسماء مناسبة لها ختاما شكرا لمتابعتكم للفيديو أي سؤال أو سفسارة أو أضافة تحبون تقدموها تقدرون تتواصلوني على الحسابات الموجودة أمامكم على الشاشة